رغم ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين في قطاع غزة الذي تجاوز عشرة الاف ضحية اكثر من ثلثهم نساء واطفال وكبار السن منذ شنة اسرائيل حربها ضد المقاومة الفلسطينية حماس الا ان حكومة بايدن لا تهتم بل تواصل دعمها الكاملة لدولة الاحتلال فمؤخرا قررت ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن نقل قنابل دقيقة بقيمة 320 مليون دولار الى اسرائيل اضافة الى صفقة اسلحة كبيرة سوف تكون بين ايد المغتصبين خلال ايام وقنابل سبايس بامب اسامبليس وهي اسلحة موجهة بدقة يتم اطلاقها من الطائرات الحربية وتشمل الخطة ايضا توفير الدعم والتجميع والاختبار وغيرها من التكنولوجيات المتصلة باستخدام الاسلحة ورفضت وزارة الدفاع الامريكي البانتاجون تحديد حجم الاسلحة العسكرية والمعدات وغيرها من المساعدات التي قدمتها لاسرائيل منذ هجوم السابع من اكتوبر صحيفة والستريت جورنال الامريكية ذكرت ان شركة تصنيع الاسلحة رافايل يو اس اي ستنقل القنابل الى شركتها الان في اسرائيل رافايل لانظمة دفاع المتقدمة لتستخدمها وزارة الدفاع الاسرائيلية واضافت الصحيفة ان الجيوش الحديثة تضيف انظمة التوجيه الى قنابلها بهدف تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وذلك رغم ان الاضرار قد تظل مدمرة خاصة في المناطق الحضرية وتأتي عملية النقل في الوقت الذي دعت فيه عدة دول الى وقف اطلاق النار في غزة وتعمل قنابل اسبايس على تحويل القنابل غير الموجهة الى قنابل موجهة بمدى اطلاق يتراوح بين ستين ومئة كيلومتر مع تنفيذ ضربات متعددة ومتزامنة بدقة متناهية وقادرة على ضرب الاهداف الثابتة والمتحركة على الارض والبحر فهذا السلاح عبارة عن سلسلة من القنابل التي طورتها شركة رفا الى العسكرية الاسرائيلية ويمكن تركيب معدات توجيه على هذه القنابل لكي تصبح قنابل عالية الدقة وموجهة تتألف سلسلة القنابل هذه من ثلاث فيات وهي سبايس 250 وسبايس 1000 وسبايس 2000 وتشير الارقام الى وزن القنبلة بالرطل على سبيل المثال قنبلة سبايس 250 وهي الاصغر ضمن سلسلة قنابل سبايس يصل وزن هذه القنبلة الى 250 رطلا اي ما يعادل 113 كيلو جراما وبمدى يصل الى 100 كيلومتر ويمكنها ضرب اهداف ثابتة ومتحركة وتطلق من خلال الطائرة وتوجد على القنبلة ذراع مهمتها الربط بين قمرة القيادة والقنبلة فضلا عن السماح للطائرة الاسرائيلية بشن ضربات من مدى ابعد وتستخدم قنابل سبايس الاشاعة تحت الحمراء لضرب الاهداف بدقة عالية مما يعني انها يمكن ان تعمل في الظروف التي لا يتوفر فيها توجيه نظام تحديد المواقع العالمية جي بي اس فهي سلاح يعتمد على الذكاء والدقة والفعالية ومصمم ليسبب الحد الادنى من الاضرار الجانبية وهو يشبه صاروخ جي دي اي ام الموجه الامريكي واحدى هذه القنابل يصل وزنها الى 900 كيلو جراما وهو نفس وزن القنبلة التي اسقطتها اسرائيل على مخيم جباليا وتسببت باستشهاد وجرح الميات فيعتقد ان اسرائيل قامت باسقاط قنبلتين من نوع سبايسبومب على الاقل يوم الثلاثاء الحد وثلاثين من تشرين الاول خلال قصفها لمخيم جباليا الواقع شمال مدينة غزة والمكتظ بسكان ويعكس تزويد امريكا لتل ابيب بهذه القنابل اسرارا على استمرار واشنطن لدعم الحرب الاسرائيلية على القطاع